عسلامي يا جماعة إذا فم بلصة في الكول ما ننصحكمش تمشيه لها البلصة هذه هي الثقوب السوداء أما إذا كليكم الفضول وتحبوا تستكشوها رام كل شيء خليكم ديما من بعيد لبعيد هلأخوزة لما كان هذه اللي داخلها مفقود واللي بعيدة عليها أمه دعيتله بالخير الثقوب السوداء هو اللي تبلع كل شيء يقرب منها برشح إذا شخص صح حراسه ومسمعش الكلام مقرب من واحد من هالثقوب أكثر من يلزم ليه وليه ربي ما عنده حتى حل بشينفذ بجلده يطيح في بير غارق حتى حد ما يعرف فين يهز وهو طايح يبدأ يعيط يا إشتاين جريلي يا هوكينج جريلي معمولكم والربي من يخوكم يجيبوه ويقولوله يا والدي شمهزك ما نقولنا لك ما نوصيناك ما تقربش ياسر توا مش كانت عيط لجن لارغط حتى حد ما يجم يطلعك قوانين الفيزياء كاملة ما تجمش تعاونك ولا حتى تقولك فين ماشي الغول بيلعك بيلعك والله أعلم فين بش يهزك يهزك للدنيا الأخرى لكون آخر للأبعاد أخرى الله أعلم في الحلقة هذي بيش نحكي لكم على أسرار الثقوب السوداء مناش متكونة وعليش اللي طيح فيها ما يجمش يخرش كيفاش العولمائك تشهوها وعليش قوانين الفيزياء عاجزة إنها تقول لنا هالثقوب فين تهز لكن قبل ما نجزوا مبعضنا في ثقوب أسود وننطلقوا في الحلقة الثقوب الأسود هو عبارة على بقعة في الفضاء الجاذبية فيها خيالية بلاصة في شكل كوروي لحد البران يمتحها يتسمى أفق الحدث لحد هذا والكورة هذه أصلا مش حاجة ملموسة أو مادية وإنما منطقة كوروية الشكل أي حاجة تدخل فيها ما عادش تجم تخرج حتى الضوم يجمش يخرج منها على هيك البلاصة هذه من برة تظهر لنا ظلمة حيص في قلب الكورة هذه الغير ملموسة نلقاوه النقطة لمتنهية في الصغار يسميوها العلماء المتفردة سانجولارتي شنية هي بالضبط المتفردة ما نعرفوش العلم الرياضيات والقوانين الفيزيائية كما نعرفوهم اليوم ما نجموش جايبونا على السؤال هذا بالضبط كما القسمة على صفر الحاجة الوحيدة اللي نجموها اللي في النقطة هذه نلقاوه كل الكتلة بتثق بالأسود مكتسة مبعضها ومضغوطة بشكل جنوني اتخيلوا عشرات المرات كتلة الشمس أو حتى أكثر بكثير مضغوطة في نقطة لمتنهية في الصغار النقطة هذه المغفصة في بعضها هي اللي عاملها الجاذبية المجنونة أي حاجة تقرب أكثر من اللي يلزم وتفوت لحد المسمى أفق الحدث تجرم تعتبرها مشاهد في خبري كانة ما فام حتى أمل إنها ترجع حتى الضوء أسرح حاجة في الكون ما يجمش يفلت أو يخرج مها الثقوب نعرف اللي هنا بش يطلعوا لي جماعة بش يقولولي ثم بعض الظواهر الفيزيائية سرعة متاحة تفوت سرعة الضوء كما توسعوا الكون وانت تشاهبوا كل كمية ياسيدي نعرف اما هذه حكاية اخرى نوعدكم نحكي لكم عليها في حلقات مقبلة المهم توليزمنا فقط نتفقوا على إنه في الفراغ سرعة الضوء ثابتة وما فما حتى الجسم مادي يجم يفوت هالسرعة هذية في الفراغ عجلش انا نحكي لكم عن السرعة شو يدخل السرعة في حكايتنا ما اللي يجم؟ شنية علاقة السرعة بالجاذبية والثوق بالسوداء هوا بش انقلكم تخيلوا في يدي تفاحة نسيبها من غير ما نعطيها حتى دفع وحتى سرعة بطبيعة بش طيح تخيلوا نفس التفاحة نطيشها بكل الجهد اللي اعطاني ربي بمعنى اني نعطيها السرعة ودفع التفاحة بش تمشي بضعة امتار ومن بعد طيح توا كان التفاحة نحطها في مدفع ونبعثها بش تمشي بضعة كيلومترات ومن بعد ديما جاذبت الارض تخطفها وطيح توا ما عادش بها وين طلعتلي في مخي ربطت التفاحة على ساروخ وأطلقته التفاحة في الحالة هذي بش تخرج من غلاف الجوي وبش تقعد تدور على الارض بالضبط كما محاطة الفضاء الدولية ولا الاقمار الصناعية التفاحة نجمت تفلت من جاذبية الارض شو نفهم من الحكاية هذي نفهموا اللي فمه سرعة محدة اسمها سرعة الافلات اقل منها الاجسام تمشي تمشي لكن ديما في الاخر جاذبية الارض ترجحها وطيحها واكثر منها الاجسام تتحرر وتفلت مهل جاذبية اللي رابطتنا سرعة الافلات متع كوكب الارض 1.2 كم في الثانية معناها هاو في بالكم اذا هار واحد فيكم حب ينطلق للفضاء لازم يقرح سابو وياخو في اعتباراته سرعة الافلات ما كانش راهو ما عندو فين يوصل يطلع يطلع ومن بعد جاذبية الارض تخطفو ويجي مفروش الجديد بالذكر اللي سرعة الافلات تختلف من كوكب الى كوكب ومن نجم الى نجم على قدم تكون جاذبية الجسم السماوي كبيرة على قدم يكون الاقلاع منه صعيب وبالتالي سرعة الافلات بش تكون اكبر على وجه المقارنة سرعة الافلات متع الشمس 617 كم في الثانية القمر 2.38 والمريخ 5 كم في الثانية هو في الحقيقة سرعة الهروب او الافلات نجم ونحسبوها عن طريق معادلة معروفة من وقت نيوتن طفاحة والقوانين متاعه لكن بش منعقدش عليكم الامور يكفي فقط انكم تفهموا اللي الجاذبية وسرعة الافلات مربوطين ارتباط وثيق بالكتلة والقطر متع الجسم السماوي اذا كتلته اكبر برشة او قطره صغير برشة هذا بش نعكس على سرعة الهروب اللي بش تولي كبيرة برشة على ارض الواقع الكلام هذا معناها على قد ما يكون الجرم السماوي رزين ومضغوط ومتكوك في بعضه على قد ما تكون جاذبية متاعه قوية وسرعة الافلات منه كبيرة الحكاية هذه فهموها العلماء عندهم اكثر من مئتين سنة في اواخر القرن الثمنتاش زوز فلاكيين واحد انجليزي اسمه جون ميشيل والاخر فرنساوي اسمه بيار سيموند لا بلاس استندوا على حكاية سرعة الافلات بش يجيبوا فكرة ثورية قالوا لك يا سيدي اتخيل فمها نجمة لهبة وشيعة لكيف نجمتنا الشمس لكن كتلتها اكبر برشة ومضغوطة لدرجة اللي سرعة الافلات منها توصل او حتى تفوت سرعة الظو في الحالة هذه حتى الظو متاحها ما نجمش يخرج منها ويوصل لنا وبش تكون نجمة ظلمة وكانت هذه اول مرة العلماء بدأوا يتسألوا على امكانية وجود ما يسمى اليوم بالثقوب السوداء لكن ما نكذبش عليكم الحكاية وقتها ماخديرش صادة كبيرة والمجتمع العلم يتلفهم قالوا ليش نية هالحكاية قال لك نجمة ظلمة حتى ندرس النجوم اللي تتشاف بش اللي اوجوا عن النجوم اللي ما تتشافش وزيد في هيك الزمان كانت فم عاركة كبيرة على مهية الظو شي يقول جوسي مات تتأثر بجاذبية متع نيوتر وشي يقول موجات ما عند هاش كتلة وبالتالي ما تتأثرش بجاذبية وحكاية النجوم الظلمة اللي طلعوا بها الزوز علماء ظهرت في هيك الوقت وكأنها حكاية حولة شوية وسكروا دوسي والأبحاث هذية تنسيت في غايةها بالأرشيف العلمي بره 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 تتعدى قربة ميت سناء ويجي واحد يقلب علم الفيزياء سافيها على عليه بطبيعة لكلكم تعرفوه ألبيرغ أينشتاين في 1915 خرج نظرية النسبية العامة اللي بدلت لنا مفهومنا على الجاذبية إلى الأبد وصحب البساط من تحت زقين نيوتن الجاذبية ما هيش قوة تجرب الأجسام لبعضها وإنما إنحناء في نسيج الزمكات نسيج متكون من أربع أبعاد ثلاثة أبعاد مكانية وبعد زمني ويجم يتمدد وتظهر فيه حفر وتضاريص بفعل كتلة الأجسام أكيد برشا منكم متابعينا تحبوا تعرفوا أكثر تفاصيل على الزمكات ونظرية النسبية عندي ليكم خبير باهي على قناة اليوتيوب العلوم بالفلاق يتلقوا سلسلة من ثلاثة حلقات فصرت فيها بالتدقيق نظرية النسبية العامة والخاصة ومفهوم زمكات الأجرام السماوية تعمل إنحناء حفر في نسيج الزمكات والأجسام الصغيرة القريبة منه وحتى الضوء اللي ما عندوش كتلة من نجمه كان يتبعوا تضاريص وإنحناءات النسيج هذا ويلقوا رواحهم مجذوبين للجسم السماوي لا محالة عم كاينشتين دعم النظرية متاعه بمعادلات رياضية توصف كيفاش الزمكات يتحفر وينحني بفعل كتلة الأجسام السماوية لكن المعادلات هذه كانت معقدة ياسر وما نجمش يوصل إلى حلول دقيقة على هيك حط مجموعة من الحلول التقريبية بش يمشي بها النظرية المجتمع العلمي في هيك الوقت تقبل الحكاية لكنها قاعدة كيف الشوكة في حلقة اجتين اللي كان أصلا شيكك في إمكانية وجود حل دقيق شكون يا سيدي يلقى له الحل عالم اسمه كارل شوارد شيلدز السيد هذية عام 1916 كان جندي متطوع في الجيش الألماني في الحرب العالمية الأولى مقص غرامه في العلوم والفيزياء وهو في الترنشي والقنابل هابطة والكرتوشي يخيط هو الشي يعمل في يده ورقة وسيله وهو يخنتب ويلوش يحل معادلة تانشتاين وبالفعل يلقى حل مقنع ودقيق جدا يوصف بالضبط كيفاش ناسيج الزمكان يتمدد يتحفر وينحني وهذا في علاقة وطيدة بكتلة وقطر الجرم السماوي على قد ما كان الجرم مرضين ومضغوط على قد ما كانت الحفرة اللي يعملها في الزمكان كبيرة وكان نزيد نضغطوه ونغفصوه في بعضوه أكثر واكثر الحفرة الزمكانية بشتولي أعمق وأعمق ونزيد ونضغطوه أكثر واكثر حتى لين نوصلو لحد ناسيج الزمكان يتحفر ويتشوه إلى مالا نهاية بش نسهلو المفهوم هذا نجمو نقولو اللي ناسيج الزمكان يتنقب والأجسام وحتى ضاوه ما عادش يجمو يفلته من هالثقب إذا دخلو فيه وهذا بالضبط ما يسمى بالثقب الأسود كشوارشيلد من خلال المعادلات المتاعك تشفي لأي جسم إذا ضغطناه بصورة خيالية فما حد إذا وصلنا له الجسم هذا يشوه الزمكان لا نهائيا ويتحول إلى ثقب أسود لحد هذا اسمه شعع أو نصف قطر شوارشيلد بطبيعة نصف قطر شوارشيلد يتغير على حسب الكتلة اللي تحب تضغطها على قدم الكتلة صغيرة على قدم القطر صغير مثلا إذا تحب تحول الشمس إلى ثقب أسود يجب أن تضغطها وتغفصها حتى قطرها يولي في حدود مدينة أو قرية صغيرة وإذا تحب تحول الأرض إلى ثقب أسود يجب أن تضغطها وتردها في كبر كعبة زيتون كيف كيف كه؟ حصريا على قناة العلوم بالفلاقي اليوم نعطيكم الغسات لتعمل ثقب أسود دياري يعمل 66 كيف أي مادة عندكم في الدار لا تقلقوا رواحكم كل قدروا وقدروا تأخذوا هذه المادة وتبدأ وتغفصوا فيها وتضغطوا فيها وتغفصوا فيها وتغفصوا فيها كي تصلوا لنفياس خوطر شوارشيلد تكونوا تحصلتوا على ثقب أسود بشفاة ولا هنا لما حالة بشفاة ولا هنا للثقب ليس لكم على خاطر أكيد هو اللي يبشي بلعكم هذه الحكاية ظهرت سهلة لماذا يعملوا تيليسكوبات يعملوا في التصاوض رقديش من عام كيف يخرجوننا بتصوير ثقب أسود كيف حنا عنا الرساة لماذا لا نعملوش ثقب أسود صغير في المخابر وندرسوه على راحتنا على خاطف الحقيقة أصدقائي هذه الحكاية سهلة نظريا لكن في التطبيق حكاية أخرى إذا تأخذوا مثلا 80 كيلو فارينة كيف تحولوهم الثقب أسود لازمك تضغطوهم وتغفصوهم في جزء من أجزاء 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 من الذر تجمووا وحدكم تفهموا إلي الحكاية هذه صعيبة في الكوجينة من الذر سيديني الملاحظم هالعالم الفاذ كار رشوارشيلد كيف اقلنا هالوصفه الغريمة وحل معادلات النسبية العامة كتب الكلام هذا الكل في جواب ويعطيه لأي شتاك عامك الباغ كيف تقراه هذا الكلام تبهر بدقة معادلات وفرح برشا اللي جاهل حل على طبقه. والنظرية متاعوبش تزيد تقوى. لكن كان رافض تماما لحكاية الثقوب السوداء والتشوه اللي نهائي لزي ما كان. بالنسبة ليه الطبيعة ما تجمش تسمح بوجود اجرام كيما هكا. قالش معناها نضغطو المادة نضغطو المادة مسايبة الدنيا هي. المادة ما عندهاش مال يسألوا عليها. للضغط حدود. تضغط تضغط تضغط. اكيد مش توصل للمرحلة. المادة ما عاد فيها ما تضغط. والقدر اللي يحكي عليه شوارشيلد ما زلنا ما وصلنا لهش. يعني بالنسبة ليشتاين مستحيل نخلطو للمرحلة انه النسجة زي ما كان يتشوه لها الدرجة اللانهائية. المهم يا سيدي في هيك الوقت العلماء وعلى راسهم عمك ايشتاين ما عاش بتهمش فكرة الثقوب السوداء واعتبروها مجرد نظريات رياضية لا علاقة لها بالواقع. وكارل شوارشيلد مسكين مرض بمرض خطير وهو عجبها في الحرب. اتوفى ولا حكاية تنسيت مرة اخرى. وتتعدى سنين. في عشرينات القرن الماضي يظهر علم فيزياء جديد اسمه ميكانيكا الكام. العلم اللي يدرس القوانين الفيزيائية على مستوي الزرة ومكوناتها. الزرة ايوة افتكرت بتاع السنة رابعة. ايوة فاندي. افتعت رابعة اول. الزرة قال هيه لما بقى فيه بتاعها كده تيجي بتاعها تانية. ثم تيجي بتاعها جنب البتاع الاولانية. ثم تيجي بقى البتاع الاولانية ما تعودش بقى ما تراحها تروح عجب بتاعها الرخرى. الثانية الرخرى ما تستناش. فتقول بقى ايه يعني شوية يعني فيه خبص كده. العلماء اكتشفوا يا سيدي اسرار التفاعلات النووية. وكيفاش الانديماج النووي هو اللي مخلي الشمس متاعنا وبقية النجوم لهبة وتشع. وبشوية بشوية فكرة ثورية بدت تظهر. وبعض العلماء بدوا يقولوا ما بينهم وما بين روايحة تطلعش يثوق بالسوداء هي جثث النجوم العملاقة اللي وصلت لآخر عمرها وماتت. ايجا ونقول لكم عليش العلماء تسألوها السؤال هذا. نجمتنا الشمس وكل النجوم اللي تراو فيها في السماء كونت من سحب متاع غازات كبيرة. سحب هذية في البداية تبدأ تتلمى على بعضها بفعل قوى الجاذبية لما بين جزئات متاحة وتولي الدور على روحها. هذا اللي يخلي الغازات تسخن والسخنة في القلب توصل وتفوت 10 مليون درجة مئوية. النجمة تتولد والتفاعلات النووية تبدأ. الحرارة المهولة اللي في القلب تخلي ذرات اليدروجين تندمج في بعضها باش تكون غاز الهلياب. وتخرج طاقة كبيرة تخلي الشمس او النجمة تشع والضوي. وتقعد النجمة هكاكة. تدمج في اليدروجين عايشة ما بينزوس قوى. قوة الاندماجات النووية اللي يدز البره وتحب تفاجر النجمة. وقوة الجاذبية اللي يدز في عايشة المدة طويلة تصل الى مليارات السنين. حتى لين يفعلها مخزون اليدروجين. النجمة وقتها تتعدى الغاز الهليوم. تدمجه وتحول العناصر اثقر. كيف مخزون الهليوم حتى هو يوفى. النجوم الصغيرة كما الشمس مثلا. الرحلة متاحة تقف هنا. الاندماجات النووية تتوقف تماما. والنجمة تتحول الى قزم ابيض. لكن بالنسبة للنجمات العملاقة. الحكاية مختلفة تماما. في ثلاثينات القرن الماضي زوج علماء واحد هندي اسمه شاندرا. واحد امريكي اسمه اوبنهايمر. اكتشفوا اثبتوا ان مصير النجوم العملاقة مختلف تماما على مصير النجوم الصغيرة. النجوم الكبيرة كيف يوفى عليها الهليوم تتعدى للمواد الاثقل. والاندماج النووي يتواصل مع الكربون النيون الاكسجين والسيليسيوم. حتى لين يفاول كل ويقعد كين الحديد. وهنا وقفة الزنقل الهرب. عملية الاندماج النووي للحديد تستهلك طاقة اكثر من اللي تنتج. النجمة تلقى روحة معها تشتجم تكملها الاندماجات. والتفاعلات النووية تتوقف. والقوة الناتجة على التفاعلات هذه التي تزل برا تختفي. ايش بشي يصير. الجاذبية يعني تستفرد بالنجمة وتبدأ تسحق فيها وتضغط فيها الى اقصى حد ممكن. طبقات الخارجية تتغفص وتضرب في القلب المضغوط المتكون من الحديد. قوة الصدمة تولد انفجار ماهول يتسمى سوبرنوفا. والقلب من النجمة اليقعد يزيد يتضغط بفعل جاذبية ويتحول الى نجم نتروني. الجرم سماوي كثافة متاعه كبيرة يسر. لكن اذا النجمة في الاصل نجمة عملاقة وكبيرة برشا برشا. الجاذبية متقفش على حد النجم النيتروني. وانما تزيد تسحق القلب اليقعد اكثر واكثر. لين تفوت لحد اللي قاللنا عليه هيك العالم الالماني اللي مات في الحرب. لحد اللي اسمه نصف قطر شوارشيلد. وقتها حتى شاي مع تشياجة موقف جاذبية. انها تسحق ما تبقى من النجمة وتضغطها في نقطة لمتناهية في الصغار. لدرجة انها تعمل ثقب في الزمكة. والنجمة تتحول الى ثقب اسود. وهذا بالضبط الذي توصله بعض العلماء في الثلاثينات. على قليلة نظريا. على خاطر في هكذا الوقت حتى احد مازال ما يرى ثقب اسود في الطبيعة. وزيد اكبر دماغات وفيزيائيين هكذا الزمان ما بين 1930 و1950. وعلى رأسهم ايشتاين كانوا معارضين كليا للنظريات هذية. التي لم تكن مدعومة بمشاهدات على الارض الواقع. هو قول للجماعة زادا معذورين. الحكاية لكل طرف معادلات مكتوبة على الوراق. وحتى كيف تحب تلوج على ثقب اسود في السماء. قال لك ما يخرج منه حتى ضوء وما يتشافش. بالله كيف تحب تلقى حاجة وما تتشافش اصلا. القوة الكل هنا. قال لك يا سيدي بش تلقى ثقب اسود ولازمكش تلوج عليه هو بيدو. وانما لازمك تلوج على المادة اللي تدور عليه. جزائيات المادة هذي اللي قاعدة تدور بسرعات جنونية تحتك ببعضها والحرارة توصل للملايين الدرجات. وتخرج منها اشعة ايكس. شمعناها هاركلاب؟ معناها اذا تحب تلقى ثقب اسود يكفي انك تلوج بالتليسكوبات على مصدر في الفضاء الجاية منه اشعة ايكس. وفي نفس الوقت ما هو شي مرئي. وهذا بالضبط اللي صار الاول مرة في عام 1965. عالمة فلك استرالية اسمها لويز ويبستير وعالم انجليزي اسمه بول ميوغدين. لقاو نجمة غريبة عجيبة تدور على حاجة ما نعرفوهش شنية. ما تتشافش وما يوصل لنا منها كان اشعة ايكس. بعد بحث وتدقيق العلماء اتحقوا لنجمة هذه تدور على ثقب اسود قاعدة يبلعلها في المادة متاحة بشوية بشوية. الثقب الاسود هذي هو سيغنيوس ايكس وان. ومثل اول ثقب اسود تكتشف البشرية. ومن بعد بطبيعة تالت الاكتشافات. ولقينا برشة ثقوب سوداء من النوع هذا. اللي تتسمى ثقوب سوداء نجمية. يعني اللي جاية من بقايا النجوم اللي وسط الاخر عمرها. الثقوب هذي معدل كتلتها يتراوح ما بين عشرة الى عشرين مرة كتلة الشمس. عمليش نقول لكم في الكلم هذا. على خاطر فما انواع اخرين بتاع ثقوب سوداء عملاقة. موجودة في قلب المجرات. الكتل المتاحة توصل الى ملايين او مليارات المرات كتلة الشمس. كما الثقب الاسود لعملاق الموجود في قلب مجرتنا درب التبانة. واللي الكتلة متاعه ما يقابل 4 مليون مرة كتلة الشمس. واللي شفنا الصورة الحقيقية متاعه اللي خرجت في مايه 2022. شنو رايكم انهزكم في رحلة خيالية لثقب اسود. ما لا ارجووا للحلقة الفيتة واستنيوا الحلقات المقبلة. ويهديكم ويصلح في رايكم. بارتاج لايك سبسكرايب والحاضر يعلم الغايب العلوم بالفلاقي ما بعضنا ننشو المعرفة.